يا مرحب يا حجة سامية نورتينا وشرفتينا والله يا مرحب بك يا حجة صبري خير يا حجة سامية انت جايلناك كده في زيارة مفاجأة يعني هو في حاجة يعني؟ ايوة يا حجة صبري واللهي انا كنت جايبالكو عريس رجل كده مهندس ومحترم عشان بنتكو شيماء عريس ليه انا يا طانت؟ ايوة طبعا يا بيت عريس ليه كي هو انت لسه صغيرة ولا ايه؟ واللهي قطر خير طانت دي انها جايبالك عريس عشان تتجوزي بقى وتغري من وشنا بص بقى يا شيماء يا بنتي انا جايبالك عريس رجل مهندس ومحترم ومن علا كبيرة واللهي يا ست الكل يا بخت من وفق رصين في الحلال اللهي ده الجرس بيدرب الشكله كده العريس جاه لما قوم عشان افتحله سلام عليكم يا حج وعليكم السلام ازايك يا عمي؟ يا مرحب يا ابني انا جاي على العنوان اللي ادي تقولي الحجة سامية اه انت العريس اهلا يا ابني اتفضل تعال تعال يا بش مهندس نورت الدنيا كلها والله يا بش مهندس ازايك يا طانت عاملة ايه؟ بخير يا ابني واللهي هي دي بقى العروسة؟ ايوا يا ابني هي دي العروسة طبعا اذنك وانا بقى يا جماعة واللهي يا عمي انا كان نفسي ناسب حضرتك بس بس ايه يا ابني؟ ده بيتك يا ابني وبعدين ده هيبقى نسب والناسب ده يا ابني بيبقى مبني على اهم حاجة هي الصراحة وانا كده عايزك تقول كل اللي جواك عايزك تصريحني باي حاجة جواك عشان انا حاسس كده انك عايز تقول حاجة انا بس كنت عايز اطلب منك حاجة يعني بس يا عمي انا كنت عايز اقعد مع العروسة خمس دقيق بس مفيش مشكلة يا ابني ما هو انت يا ابني ما تعرفوش بعض خالص اول مرة تشوفوا بعض ما هو ده جوال صالونات وانا هسمح لكم خمس دقايق تعودوا مع بعض وتتكلموا مع بعض وانشوف لو الدنيا مشيت كده وعجبتوا بعضكم يبقى خير وبركة وانا برضو هنتهز الفرصة واسأل عليك واسأل على اهلك لكن بقى ازا ما عجبتوش بعض بقى وما حصلش توفيق يبقى دي حاجة بقى بتاعد ربنا ملناش يد فيها يا شيماء يا شيماء نعم يا بابا تعالي يا بنتي تعالي عودي مع الباش مهندس كده خمس دقايق اتكلموا مع بعض ولو الحال عجبكو اخيانا بيها يلا بينا احنا يا حاجة سامية نقعد كده في اي مكان تاني لحد ما يتكلموا مع بعض خمس دقايق ومالوا ومالوا يا حاج ما يضرش بص يا انسة شيماء انا كنت عايزة اسألك شوية اسئلة كده بس عشان خاطر الظروف اللي احنا فيها يعني انا هسألك سؤالين اتنين بس اتفضل لو انا راجع من الشغل وانتي تدخى نص فرخة هتعملي ايه يعني ايه مش فاهمة هناكل عادي يعني انت هتقسمي نص الفرخة ده ازاي انت هتاخد ايه وانا هاخد ايه عادي انا هاخد ورق الفرخة علشان انا بحب الوراك وهديك انت السدر هتديني السدر ازاي الكلام ده ما هو انا كمان بحب الورك خلاص عادي مفيش مشكلة هديك حتة من الورك وحتة من السدر بصراحة مش هو ده الرد اللي انا كنت متوقعه خالص يعني ايه يعني انت كنت متوقع ان انا رد بايه انا كنت متوقع انك هتقوليلي انا هسيب لك نصف الفرخة وقل له على بعضه يعني ايه سواني انت عايزني انا ماكلش يعني هديك نصف الفرخة كله وانا ماكلش اكيد طبعا ما انا هبقى جاي من الشغل تعبان وشقيان ولازم اكل وتغز اللي هو ازاي يعني انا مش فاهم حاجة طب خلاص سيبك من السؤال ده خالص هسألك سؤال تاني افرد ان انا طلعت في شغل واقعدت عشرة ايام برا البيت انت هتاكل ايه هطبخ وهاكل عادي جدا زي اي حد ازاي يعني يعني هيجيلك قلبي تاكلي وانا مش موجود في البيت اكيد طبعا ما هو انا لازم اكل ولا انت عايزني يعيش من غير اكل انا كنت انفكر ان اجابتك غير كده خالص الله او مال كنت عايزني ارد عليك وقولك ايه طيب كنت انفكرك يعني هتقضيها تاكلي عيش وجبن وكده يعني اي حاجة بص بقى يا باش مهندس انت تروح لمنطق تطبخ لك نص فرخة تاكلوا كله وكل شيء اسمه ونصيب في ايه يا ولاد انت وقفتوا مرة واحدة كده ليه ايه العريس اللي انت جايباه ده يا طم تسامية هو في ايه يا ابني بصراحة كده يا عمي بنتك سقطت في الامتحان امتحان امتحان ايه ده بقى اللي انا سقبت فيه ان شاء الله هو ايه يا ابني الكلام ده ايه الامتحان ومش امتحان هو انا جايبة معي مهندس ولا مدرس بصراحة انا مش فاهم اي حاجة خالص ما تفهموني يا جماعة فاهمين انت يا بنتي انا مش فاهم حاجة يا بابا العريس ده جاي يتكلم في نص فرخة بيسألني لو انت طبخت نص فرخة مين اللي هيكل الورك ومين اللي هيكل السدر وركة ايه وصدر ايه ايه الكلام اللي هو بيتكلم فيه ده الكلام ده صحيح يا حاجة سامية انت جايباه لعريس يتشرت على بنتي من اللي يأكل وركة الفرخة ومن اللي يأكل السدر بقولك ايه يا ابني هو انت فاكر ان بيوت الناس دي لعبة في ايدك عشان تدخل كده بيوت الناس وتقول انا عايز اعود مع العروسة خمس دقايق واسألها سؤالين وانا قلت انك راجل محترم وانا فكرتك يعني هتسألها اسئلة كده ازاي هتتعايش مع بعضك ازاي هتقدروا تتاقلموا في حياتكوا فترة الخطوبة وفترة الجواز ابصة لاقي بنتي بتقولي انك بتسألها على وركة فرخة مين اللي هيأكل الورك ومين اللي هيأكل السدر دي النصيبة دي ايه الكلام اللي ميدخلش المخ ده اصلا لا يا عمي بصراحة كده بنتك دي طماعة طماعة انا بنتي طماعة ايه يا ابني الكلام ده يلا تفضل من هنا توكل على الله وعلى فكرة يا حجة سامية انا متأكد ان الراجل ده مش جاي من طرفك انا اسفة قوي يا حجي صبري والله ما كنت اعرف كده انا مكنت مفكرها راجل محترم كده وعريس كويس ومهندس وقلت اوفق راسين في الحلال ولا راسين في الحلال ولا احنا عايزين الحلال بتاع الراجل ده خالص احنا كل اللي عايزين والحلال بتاع ربنا الراجل اللي هياخدها يحطها في عينيه ويصنها ويشرفها كده ويعرف قيمتها وعلى العموم انا مش هغلط الغلطة دي تاني انا بنتي مش هتتجوز جواز الصالونات انا مش هكرر الغلطة دي عمر ما عودتها دخل بيتي حد كده يقعد مع بنتي ويقول لي جواز الصالونات والكلام ده بعد كده لما يجي لها عريس ان ما كانش الانسان اللي هيدخل بيتنا ده راجل كويس ومحترم وانا مقتنع به ولازم اكون اعرف الشخص ده كويس واستحالة يخش بيتي اي حد كده وبنتي كمان لازم تكون مقتنعة جدا من جواها بالعريس ده مش يقول لي نص فرخة وربع فرخة ايه كلام الفرخ ده وبعدين عايز اشكرك برضو انت برضو قطر خيرك ان انت يعني جايبالها عريس وعالعموم شكرا يا حجة بس انت يا حجة سامية لازم تعود تتغدي معنا انا بتأسف لك مرة تانية يا حج صبري والله ما قد تعرف ان الموضوع كده انه هيتكلم فينه ربع فرخة ونص فرخة والكلام الفاضي ده واسفع الاحراج وانا عايزة استأذن يا جماعة عشان امشي بص بقى يا طنت سامية بعد اذنك معودتش تجي بيلي اي عرسان تانية خلاص خلاص يا شايماء بقى ما تحرجيش طنت هي اكيد ما كانتش تقصد هي كانت مفكرة يعني ان هي جايبالك عريس محتهم كده وبيفهم طلع قليل الزوء وجليات على العموم الف شكري الف شكري يا ست الكل خلاص يا حج انا بتأسف لكم مرة تانية وعن اذنكو بقى انا عشان امشي اتفضل يا حج ايه ده ايه ده يا بابا العريس ده معلش يا بنتي ده راجل ما بيفهمش تعرفوا يا جماعة انا جواز السالونات ده عمري ما اقتنعت بيه اي نعم فيه جوازات كتير جدا بتنجح فيه وبتعدي وبتبقى زي الفل لكن فيه جوازات تانية كتير بتبقى كده يعني اي حاجة وخلاص لا العريس بيسأل على العروسة ولا العروسة بتسأل عن العريس وتقول انا عايزة تجوز وخلاص وهو كمان نفس الطريق يقعد يدور يدور والناس تقول له تعالى واحنا نوديك عنده فلانة تشوفها امال هم عملوا فترة الخطوبة دي ليه معها عشان العريس يعرف العروسة كويس وهي كمان تعرفوا كويس لازم يدرسوا بعض واخلاق بعض تجواز يا جماعة مش اي كلام مش يسألها ويقول لها نص فرخة وربع فرخة وهتاكل ايه لما كون مش في البيت ايه يعني هتقعد العشر طيام اللي انت مش موجود في البيت من غير اكل لازم يا جماعة تكونوا مقتنعين كويس او من جواكو بالعريس اللي بيتقدم لبنتكو ده ايه مش اي حد يخش بيتكو ولازم تسأله عليه كويس ويكون راجل محترم ونصحتي لأي ابو وام لازم يكون فيه فترة خطوبة كافية بين الراجل وخطبته عشان ما تقعوش في الغلط اللي الناس كتير جدا بتقع فيه بيدخلوا كده على طول يتجوزوا مسافة شهر مسافة شهرين وتتفاجئ العروسة ان العريس اخلاقه زي الزفت والعروسة لازم تكون مقتنعة من جواها بالعريس ده وباخلاقه وان هو ده الانسان اللي هي تقدر تكمل معاها حياته ده حتى المثل بيقول حاسب قبل ما تناسب واخطب لبنتك وما تخطبش لابنك يعني لازم تدورها على عريس كويس عريس يقدر يصنها عريس تقدر هي تكمل معاها حياتها من البداية للنهاية راجل يقدر يحافظ عليها كويس ويقدر قيمتها ونصيحتي لكم يا جماعة بلاش تدخله بيدكو اي حد الراجل اللي كان داخل دلوقتي عندي يقول للبنت ورك الفرخة وسدر الفرخة وكلام الفاضي ده ايه ده هو ده اللي انت هتكمل عليه حياتك مش المفروض تدرس اخلاقها انت جاي مال انت جاي عشان تخطوبها ليه وفترة الخطوبة دي عملوها عشان ايه ليه تسألها ورك فرخة وسدر فرخة وهتتطرف ايه كلام الفاضي ده لازم يكون راجل متدين وعلى خلق من راضيتم دينه فزوجوه